موسيقى 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 بس الخير لم يسأم تكاليف الحياة ولا سائمة شغف الشعر ونشوة القصيدة آخر المبدعين الكبار الذين جعلوا المحكية تنافس الفصحى وتضاهيها أحيانا بينه وبين الشعر عشرة عمر وبينه وبين الجنون شعرة الشعراء الذين كلما وقفوا على الشفير أو نادتهم الهاوية عادوا وبدأوا من جديد حلقت كلماته بأصوات كبار أضافوا إليها وأضافت إليهم سحرا وغوايات برنامج عشرة عمر يستهل أولى حلقاته مع الشاعر العربي الكبير الأستاذ طلال حيدر موسيقى 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 تسعق وبيضل هونيك الشعر بفوت عزيزة العالم بس بيطلع بيخبرك شو شايف مرة عمقول مشتاقي دي غمر مفتوح مثل النون معجل مثل جملة ما فيها سكون ولا من هدا والوقت ما عنده وقت ينطر حدا يمكن أنا مجنون وتقول لي أمي الله يرحمه يا ابني أنت أكيد مجنون الله يرحمه وتأخذ عمره وعمرك طويل إن شاء الله في بينك وبين الشعر عشرة عمر فينا نقول يعني هالعمر كله أنت مشغول بالقصيدة بالغنية بالصورة الشعرية الحلوة شو عطيتك هالعشرة أنا بأتقد الشعر سحر نعم كنت ظن شغلتين غلط نعم اكتشفت مع الوقت أني أنا المغلط أول شي كنت ظن أنه الشعر بين الفنون هو أهيانون نعم أنه النحط تجي للصخرة تنحطى بتنحطى لتصير موسى نعم بعدين بس ما رأى فيه العمر والشعر والشعر لقيت الشعر أصعب بالكلمة ذاتها اللي ما بتنحطى ولا بتغيرها بدك تخلق اللي ما نشاف واللي ما كان موجود قبلك البعض بيعتبر أنه الشاعر هو نحات اللغة يعني بمعنى الأصيدي مثل المنحوطي اللي بس جوهرجي لغة نعم بيضل بالحبر بده يطلع من جوهرجي اللغة للرؤية هو يكتب المستقبل اللي جاي مش يشوفه بس طيب شو أعطاك الشعر هل عشرة العمر فرح الحياة في كتار ناس زاهي نعم بيفرحوا الليل بيفرحوا الشعر كانه جاي من الحزن ولا من الفرح بس يصير قصيدة بفرح الزمان بيفرح المستمع المتلقي بيفرح الزمان يعني بزمن ما فيك تقوم بشاعر خطبجي جماهيري بس ما فيك تمشي فيه بكل الزمان ولذلك اكتشفت كنت تظن أنه اللغة عهرة تقول يا حبيبي ومش حبيبك هذا الشعر عظيم بتنطر الزمان اللي جاي بتنتقل اللغة لحالة بالموت بتفتح الكتاب بتلاقي جوتة الكلام هل قد بس كأنه نظرة فيها سواد بنفس الوقت يعني تحكي عن الفرح بس فيه موت وجثث جوتة الكريم لأنه الكثير بيكتبوا بس حرام ليش عم يضيعوا وقتهم الشعر فيه ثلاثة إشاة بالحياة ما بتقررهم الحب والصداقة والفن ما بتقرر زي ويبي أنا شعر أنت الله خلق لك شعر ما بتقرر هاي حبيبتي لا الوحج نعم ما بتقرر هادا وما بدك شي مجاني هو ثلاثة مجانية ومش عرار ولي زيلك كتار بقدوا عمرهم عم يكتبوا ما يسمى شعر وهو يا حرام لأنه شعر لأنه حلق كيف منميز الشعر من اللاشعر أسأل روحك الشعر منه لحاله بيقول لك سماع أنا شعر لقلت اي والقلت لا بيدحشك بصيبك بيعديك حلوي بيعديك عدينا من جديدك بعرف أنك رح تطبع دوانان جداد دواني جدين سميه الوهم نعم أحلى من الوهم أحلى من بنات الشام مثل البيفي وبعده ما خلص لمنام مثل السطوح الناطرة يوطق حمام كل ما بيمر الزمان تنعص الأيام وما كنت أعرف ليش الوقت ما بينام ما بينام الوقت شو بيعمل بيضل فيق ناطر شاعر مثلك يكتبه أحلى وهم إنك إذا بتموت رح ترجع بس تعبر الموت بتصير الدنيا أوسع لنيم الليل قاله للصباح يطلع ورائي بياض الروح والسر بقلامي يا عمر كل ما تلفتت خلفي بيلاقيك قدامي كل الزمان القلت عنه راح ما بيرجع ما تعلي صوتك بيسمع هيدي الدنيا مثل العرس بليلة الحنة بس يخلص العرس ما بيبقى حد يغني حلو كتير ليش وهم ليش سميت يعني أحد الدوينين الجداد وهم لأنه مش لأنه أينوشتين بيقول الوقت وهم نعم لأنه لأنه نحنا ما نفكر إنه الزمن براتنا نعم فاكرين الزمان براتنا أنا ما عندي هاجس من أول بلشت أكتب إلا الزمان كنت نام تحت سجرة اللوز ناطلة تفتح وكتبت بياع الزمان فتح بغيابي وأنا ناية حلو كتير اللي عم بتقوله أستاذ الشعر حقيقة ولا وهم مثل بعضها نعم الشعر أنا بقول سحر كيف سحر الكلمة ذاتها آآآ بالناصر هدفها تقرب أكتر في أكتر في أكتر موصوف كلمة بالطب ولا بالفلسفة نعم ولا بالبوتانيك النبات وبأي شي بالشعر ذات الكلمة بنفس المدنان يعني الصفة بس هدفها تبعد أكتر في أكتر لتخلق الموصوف طبعا سجرة النوم لا في سجرة ولا في نوم نعم لو لم تكن شاعرا شو كنت شاعر 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 لو قدرلك حياة تاني بعد عمر طويل آآ أنا مؤمن بالحياة تاني لسبب بسيط نعم أنا مؤمن في الله نعم مؤمن بالإلهية نعم أنا مش عم بحكي على الآخرة لا 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 قلتك لاش نعم مش معقول إنه زاهي وابي أو طواب حيدر أو أينشتين نعم قلو جسم واحد و خلصت الحكاية محمد علي كله قلو جسم واحد نعم في عندك شي بدك تكمل الطريق جسم واحد ما بيكفي أنا ما بيكفيني جسم واحد بعد أن دي شي أنا هلأ بلشت بالسبعة يعني بالسبعة وثمانين العمر العمر كله هلأ بلشت حسس إني هلأ بلشت بعد أن دي كتير وقتل بدي فل من الدين مش معقول ما قال الله يعطيني فرصة جسم تاني لكمل الطريق يعني على سيرة العمر والسبعة وثمانين وإن شاء الله مية وسبعة وثمانين وأكتر الطب عم يتطور وإكتشفوا هلأ بيرجعوا الخلايا لعمر الشباب الخلايا اللي بتشيخ آه بس أنا شو بقول العمر ما له مراد نعم بس الخطر أرار يا ما في ناس خطيارية هنه شباب يا ما في ناس شباب أنا هلأ بسبعة وثمانين بتقول لي ما فينا نحكي بالتلفزيون بتقول لي بتروع على المحل الفلاني بقولك قو بمشي طيب شغف شغف الحياة لا أنا ما شغف أنا فجعان حيات مش بحب الحياة فجعان حيات يعني وقت البده يجي نعم الموت وياخدني شو أنا رح أرده أنا مش ناطره أنا لآخر نقطة بدي ضل افرح النهار اللي ما بتفرح فيه اطرحوا من عمرك في ناس كتار بيفرحوا بس الليل بيفرحوا ولذلك الشاعر هو أكتر ناس من أكتر ناس الفنانين بيفرحوا هن الشعر والفنانين لأنه بيفرحوا مدى الزمان مش الآن نعم بيفرحوا مدى الزمان بيعبروا بيعبروا الوقت بيعبروا بيعبروا يعني لحد هلأ بعضو هومي روس بفرحنا وبعضو شيكشبير بفرحنا من الف ستين أو من ستمية سنة المتنبي وقتل بيقول لك قبل الهوى سأمن يوم النوى بدني وفرق الهجر بين الجفن والوسني روحوا ترددوا في مثل الخلال إذا الريح نضط عنه وتتوب لم يبني كفى بجسمين وحولاً أنني بشر لو لمخاطبتي إياك لم ترني مات المتنبئ ما مات قاعد معي معك أنا وإياك هلا طيب بعضو الشعر يعني بعضو الشعر إلو وهجو إلو سطوتو على الناس كتير حلو السؤال بزمن تكنولوجيا والصورة كتير حلو السؤال لا قل لك شو هن الناس بيفكروا أنه الشعر طرف جمالي نعم في حوار اسمه حوار تحت شجرة كستر بين فلسوف العصر هايدغر نعم وبين شعر روني شار روني شار الشعر العظيم مش مصدق أنه هو إله دور بتغيير العالم بيقول له هايدغر كلما استكانت الفلسفة إلى مسلماتها البديهية يأتي الشعر بالحدث لأنه الفلسفة مبنية يا عن منطق فرماء شكلي يا عن منطق تصاعدي يا منطق حقيقي مش منطق على الحدث الشعر مبني على الحدث بيجي لحدث الشعر بيقول له هايدغر بيجي لحدث الأنتوشيون بيخلي بيهز الفلسفة بتغير نظريتها بالرزون أبريوري بالمسلمات البديهية وهيك بيتغير العالم الشعر قل له دور بتغيير العالم بهذا الشكل عم تحكي فلسفة كمان عم تحكي الشعر وعم تحكي فلسفة أنا اختصاصي فلسفة نعم اختصاصي السؤالي هو كيف يعني كيف تناغموا أو تصالحوا فيك الجانب الفلسفة والجانب الشاعري اللي هني بمحل من المحلات عكس باع السؤال إذا ما استمترت وعيك نعم تركت حالك يعني فيه ناس بيستنفروا عقلهم برقي القصيدة طويلة وثلاثة رباعة حاتي بدك ما تستنفر عقلك ما زال اللي بتعرفهم صاروا فيك خلي لوعيك والصوت اللي بيجيك من بعدها مش قرار القصيدة ما أنت شاعر وبتعرف القصيدة مش قرار أنا سألت استاذ طلال لأنه قصيدتك بتبين يعني اللي بيسمعك أو بيقراك حتى بيحس أنه هيدا هالسهل الممتنع هالصورة الشعرية الحلوية اللامع البر مو شغلي بفكر بس فيه فانسة فيه مو شغلي شغل مين وصوت بيجيني مطلع وحي يوحى إذا بدك أنا مسدع الشي مطلع قاعد طلع معي الخيط يلي كتب أول سطر بهالدني ما عرفت لش بكمله والخيط يلي لفع خسر الأرض من وين بلش أوله هالطاير بجناحه عم يقدف ببحر الهوى تيري الجهات بيرحلوا راجع معه خبار المضى أحسن إذا ما بتسألوا في ناس طلعوا من زمان من الوقت وبعضهم لهلأ بعضهم ما وصلوا طلعوا على فصول السنة يشموا الهوى بكرة ما تهب الهوى رح ينزلوا حلو السيد طلال يعني بدي ضل إلك الليلة كتير بدي كرر هالكلمة لأن أنا أصلا من محبي من محبي شعرك شي متبادل ذاهي الله يخليك بدي أرجع لموضوع العمر بس هيك بسريعاً أنا بلشت تقديمي بـ العمر عن العمر وعن جدك زهير بن أبي سلمة اللي قال سأمته تكاليف الحياة ومن يعيش ثمانين حولاً لا أبقى لك يسأمي يسأمي واتغار مني حلب ومعود فيي ينام هالموت عظهر الفرس مارق بهالأيام والناس عكتر الناس كل ما مرأ بالتنم من وين بهالزمن لكله يعني غم وهم وببلادنا غم وهم أكتر من بقية الكوكب مضبور وحروب وأزمات وفقر وفلق وتفليسة مثل ما أنك عارف ما بدنا نقول سرقة هلا ما بنحكي زيزة طيب من وين يعني كيف بتهزم هالسقم هيدا كيف بتهزم زاهر وبتستمد الشغف اللي عم نحكي عنه ما أنت الشعر بتعرف الشعر كانه جاي من الحزن ولا من الفرح بس يصير قصيدة بيصير فرح الزباب ولذلك اللي بيعبر مباشرة عن عصره يكون عم يعمل تقرير صحفي بدك تاخد المعاني من هذا العصر وتطلع لبعدين أنت تعمر اللي يجيي مش تنطلو اللي يجي المستقبل مش ماضي مش قاعد هونيك وناطراك ما تجي بيصير ماضي المستقبل أنت تصنع وانت وراح لهونيك تصنعه بالحاضر نعم تصنعه بالحاضر نعم كرمت مؤخرا بأكتر من محل أستاذ طلال بعدة مدن بعدة عواصم طلال وساه نعم ولكن أيضا كرمت ببعلبك يعني بمدينتك بالمكان الأقرب إلى نفسك هل التكريم في بعلبك طعم آخر؟ طعم مختلف؟ لبعلبك إيه؟ نعم أنا لا بيفرحني لا بيزعلني تكريمي بيفرح لبعلبك إنه واحد من هالولاد حارة النهر آآ وصل للإسباني والطولياني والفرنسيوي نعم هذه قطول بعض الترجمات إدامنا وللإنجليزي نعم نعم بنبسط إني أنا عم بنقل بعلبك لهالدني آآ بعل اللي كان بحبها ملبك بدوا هدية للشمس عم مرة بعلبك نزلوا عليها الآلهة وسكنوا بهاية كلهن تركوا السماء اللي كانت منازلهن وقالوا لقيل كتير منحبك لكن نزلنا وبدنا نضلب بعلبك في نصر بدوا يروح من حرمون لجل عاد ومرفوقوا بلاد ومحتاروا ملبك يا نصر غير يا نصر ضربك ما في غير الآلهة بتبربه بعلبك قدي في بينك وبين هالمدينة عشرة عمر أنا كل شي عملته بحياتي قريت بدفتر بعلبك كل ما أنت عليه كل ما أنتجته كل ما كل ما ما هو مش اللي بتكتبوا بالألم والورقة اللي بتكتبوا من جوا كنت ولاد بمدرسة المطران نسميها المطرانية الأسقفية نعم بين المدرسة والملعب فيش خمسين متر وفيه كنيشة فيه عم يربعوا الجرس نعم هلأ أنا تاري الولاد صاروا بالملعب وأنا واقف عم بسأل حالي ورح الصوت ما لقيت إلا كرباش ضرب فيه نعم أكرت قتلي بسبب راعت أربعين سنة قالوا الجرس للصوت خدني معك عمين تاركني قالوا أنا هربين من هالموت والموت لاحقني وما عاد رجع الصوت كأنها الطفولة هي الخزان نعم هي النبع يعني هي النبع للشاعر بيرجع له أو ما بعرف ميف يا رايت هالأمر الهرب يرجع ونحنا صغار لا بقود أقرب هالكتب ولا بقود عمر دار بأشقش حوالي حطب وبشعل بهالنار كيف تخلق القصيدة عندك استيس طلاح؟ طلّيت على الأيام اللي كنت فيها صغير تشوب بلكي بقشع خيالي هيكي الهم الزمان وطل مقبالي وقال لي أد ما بدك تطلّع مثل القصيدة أنت تخلص لما بيخلص المطلع هذا الزمان منام بتخمن الدنيا بحيرة ماء بتخمن الصحراء بحيرة ماء عم تلمع لكن دور الوقت وعطول الوقت أسرع هذا الزمان بيحمل تحت باطل الأرض وبس يروح ما بيرجع الدنيا كنيسي وناس عم بتدقش راس وناطر الإداس والعذرة عم تدمع يسوع منو على الصليب حمل حاله راح وانطار لا يرجع أحلى زمان الوهم لو ناديت ما بيسمع بس نحنا الليلة حابين نسمع ونسمع ونسمع ما أنت بتفتح لي شهيتي على الشعر شو بدي أعمل لا وأنا أنت بفتح لي شهيتي على الإصغاء بسير ما بقى بدي أسأل بدي أسمع شعر على على سيرة التكريم كمان كرمت بمصر بجائزة فؤاد حداد هذا الشاعر الكبير أنه أحسن شاعر باللغة المحقية بالعالم العربي مصر يعني لا تعترف بشاعر من خارج حدوده هاي أول مرة نعم وشاعر محكي ما عم نحكي عن شاعر فصحة يعني شغلي من إلا أنه مصر مكتفي بنفسها قد ما عندها مبدعين وقد ما عندها شعراء وقد ما في ناس كتبوا بالفصحة وبالمحكية قلت لهم أول مرة واحد مش بس فرحان فرحان لمصر يعني قبلت أنه في براس مصر حدا أي عيد نعم الدب لما بتروح على مصر أو غير مصر على القاهرة أو غير القاهرة بغداد، الأردن نعم بتلاقي يعني أنه هالكبار اللي نحنا أنا عم بحكي عن جيلي أنا نشأنا عليهم على أصواتهم وأصايدهم بطلوا موجودين يعني بطلوا موجودين هذا هو جعي، هذا هو جعي أحمد فؤاد نجم عبد الرحمن الأبنودي سيد حجاب صلاح جاهين آآ سيد در الشيخ امام آآ أحمد الشيخ امام سيد بكاوي هوا جوهم إنصحابي رايتعد على مصر فكرت أحمد عبد الrichten حجازي ميت آية طول أحمد رايتول لبعضك طيّم نعم بل أليلي رايت عم اغداد عبابت نعم لا عبد الهبыйتم لا غفر النواب لبدا تكرسي كل صحابنا رأى ما علاش راحوا بس بعدوا يعني ما بيكسرك هالشي ما بيخفف يعني لما تشوف هيدور راحوا بيضل يعني بيزيد إصرارك على الحياة اللي قلت عنها جوعان حياة فجعان فجعان حياة في جرح نعم بس الحياة أقوى من الموت والفرح أصعب من الحزن حلو كتير مين هو عشير عمرك مين عشير عمرك عم نحكي عن أشخاص عن أصدقاء رحلوا مين اللي بتعتبروا شخص يعني عم بحكي عن شخص مين لي في بينك أكتر واحد بينك وبينك من اللي راحوا من اللي راحوا من اللي بقيوا من اللي راحوا أكتر واحد مظفر مضفر النواب عشير عمرين من اللي بقيه وأنسي أنسي الحاج الله يرحمه من اللي بقيه زهي وهبي شوقي بزايع وقال لي أصحاب كتير عم باكي بين الشعر مثلا زميل ملاعب رسام الفنان تشكيلي المعروف أنا برأيي من أهم ثلاثة بالعالم ضيال عزيوي جميل ملاعب واحد مكسيكي بيقربوا لأكتاب يوباز بالرسم بالفن التشكيلي بالفن التشكيلي يعني ليه زهي وهبي وشوقي بزايع ما بتشوفنا كتير ما منشوفك كتير بمعنى اللقاء المباشر أنا أقل واحد اجتماعي نعم كان الوقت سهيان ما بباله حدا مثل اللي قاعد على الهداية يتذكر الناس ياني طيب فيه قصيدة بتعتبرها يعني هي اللي بينك وبين عشرة عمر أيها لو كان عندي فرص لضل على العالي بس الندهتيني بنزل على خيالي يا بنت راي الغنم هالموت مقبالي ردوا مائي لبواب جاي هوا شمالي في ناس قالوا قتل في ناس قالوا مات في ناس قالوا فتح عصبة خير يا الوفاة حلو كتير رح نتوقف مع استراحة بعد إذنك ثم نتابع عشرة عمر مع الشاعر الكبير طلال حيدر موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المقتطفات من أشياء قالت عن حضرتك وأشياء حلوة وجميلة وكبار كتبوها يعني أنسي الحاج خالدة سعيد عبد الحليم كاركالا أدونيس كتب لك مؤدمة ديوان نعم أنسي الحاج لفت نظري يعني وبعتقد كثيرين أنه شبهك بزوربة وسماك زوربة لبعلبكي أدى في تقاطع بين شخصيتك وشخصيت زوربة؟ زوربة مد إيدو قطف وردي بالهواء زوربة لبعلبكي مد إيدو قطف ريحة الورد طيب زوربة اللي درس فلسفي الشاعر اللي تغنى بأجمل ما يكون الغناء ابن بعلبك اللي يختار ابن العائلي اللي يختار يعيش حياة أقرب لحياة الصعاليك يؤخذ عليك أستاذ طلال قصائد المدح اللي بتقولها بقادي أو بسياسيين أحيانا على النقيد من بعضهم بدك تسأل المتنبي نعم ليش مدح كفور الأخشيدي بجيوبك ساعة أدن بدي أسأل المتنبي ليش مدح كفور الأخشيدي بجيوبك أنا ليش مدح أنا بقلك ليش مدحه طبعا بولايي كان طبعا بمنصب ليش كتير علي إذا اطمعت من الفقر للغناء ليش المدح هو اللي خلاك لا المدح ما بيعمل المدح مش زل المدح بتبرع بشار ابن بورد اللي بيقول إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو تمطر الدماء وربابتوا ربطوا البيت تصبوا الخلف الزيت لها عشر دجاجات الوديك والحسن بالصوتي ما تحيسب الشاعر ولا تحيسب عتصرفاته خود بالآخر هالشاعر شو ترك بهالدني هل كتب اسمه عاية الدني ولا فل مثل الغيمة الصيفية شتت وفلت يعني بدك نقتنع أنه يحق للشاعر ما لا يحق لغيره مش بس بالأوزان وبالبحور وبالجوازات وبالخروج أحيانا على ليش عم بتعتبروا الشاعر إله الشاعر بني أهضم بيغلط وبيرتكب أخطاء وكذا بودلير متل ما بتعرف بودلير كان ياخد أمار واحد بس ما منع أنه أهم من مكرم بودلير نعم ما حدا بتذكر اسم شارل دباس نعم أو بيترو تراد بس في شاعر في رئيس جمهورية سابق نعم بحكي عن حالي أنا ما عم نقول ما في شاعر سابق بس في وزير سابق في رئيس سابق في ملك سابق سابق في في زاهي وهبي سابق لا فشل عم 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 تضربلي ع الوتر ع الوتر النارجسي ما حدا بدني ما بيغلل بعدين نعم كل اللي كانوا مفكرين اللي حكيت عنهم أعداء صاروا هلأ أنا أصعب نعم ما بدي أفوت بالسياسي لا ولا أنا ولا أنا بدي أفوت بالسياسي بس في شي قصيدة مادح بتندم عليها آه إيه فيني أعرف إياها نعم طيب في شي قصيدي بالمطلق بتندم إنك كتبتها نعم طيب الولاد عم نعم الولاد ابني عمركده عالطريق نعم نعم عالملعب نعم ابني ببصوط بولاده عملعب الظهر عندي بالبيت عالملعب ليش الولاد بيفرحوا بس يرقدوا ليش الولاد بيرقدوا بس يفرحوا اللي بيرقدوا بنوموا بيضلوا مطرحوا فيولاد راحوا يلعبوا بدق الحجر تحت البحر نعم بل كي بيوصل هالخبر لا شتت عليهم الدني والله طير راجع من سفر نيال يلي ما نوطر طيب في شي قصيدي تتمنى لو انت كنت كاتبها مش يعني من قصائد الآخرين ايه اياها ايه في شعرين انا سكنيني بال واحد اسمه اخوار ريمون خيمينيز نعم اسباني عنده كتاب اسمه فلاتريق مو احماري وانا بتحس انه منبعلبك نعم غريبة دا الواحد في سان جون بيرس الشعر الكبير نعم هاو باعتبرون يعني يا رايت بامار انا باز يعني انا بكتب باللغة المحكية بفكروا لا بعرف فرنسي ولا بعرف عربي ولا بعرف انا بلشت بالفصحة وبعرف فرنسي وبعرف طلياني وبعرف بس ليش كتبت بالمحكي لان انا بشوف دماتي بالمحكي ما بشوف بسبن كيلو المشمش شوف قداش هكيلو المشمش لقيت لغة لمنام هي المفي مسافي بين وبين حالي قلت هاللغة يا بتحمل طلال يا اما انا ما الي معنى لقيت انه باللغة المحكية مش اللغة العمية في فرق في فرق نعم بس كمان حظي كبير جيت بعد الجسر اللي عاملوا سعيد عقله ميشيل تراد الرومانسي والضايعة والواحد لو ما عبرت هذا الجسر ما وصلت يمكن للمطرح بعدين انا مش نهاية الطريق انا مع اللي جايين ضدي بعدين ما في شاعر بيسكر افق الشاعر ميشيل تراد قالك انت رح تكمل الطريق ايه شايف حدا اليوم رح يكمل الطريق باللغة المحكية باللغة الفصحة في كتار نعم على كل حال انا عم حاول ما نحنا تحوارنا كتير قبل بعدة برامج صح عم حاول ما كرر يعني نحنا حكينا عن الفصحة وحكينا عن قصيدة وحدهم وحكينا عن وراء الصف صف انا ما عم بحكيش لا انت سألت قديم وما عم بحكيت قديم عفوا بدي اقول شغلي بلاحظ انا انه انت من كبار شعراء المحكية وفي فرق بين المحكية وبين العامية العامية يعني كأنا لغة عوام الناس المحكية شيء اخر بس بلاحظ انه الارث اللي متكئ عليه واللي حافظه واللي بتردده هو الشعر الفصحة يعني قصائد الكبار من الجاهلية وجاية سألني على السؤال احد الاصدقاء نعم يقولوا حدا بيحط رأسه برأس الله نعم بمعنى انه القرآن القرآن لا يجارى نعم لغة الوحي بعدين بيقول ابن الأسير الأبلغ ما بقي على اللسان لغة مثل الإنسان نعم تتطور لغة شكسبير منها الكوكني تبع اللغة الإجليزية الحالية نعم لغة مالارب بالفرنسوي ورسينو كورني مش هي لغة الفرنسوي اللي هلأ واللغة العربية منها تبع الشنفرة تطورت اللغة اللي ما بتتطور هي لغة ميتي ميتي صحيح الثابت نعم المياه الثابتة لا تبت عليها إلا الطحالة طيب هل يمكن أن تتطور لغة وهان عم بحكي عن الفصحة ربطت بالمقدس إلى هذا الحد لما اللغة تسمع شي مرة صوتها بيطلع عميلة تصير غنية عصيرة الغنية خارج بعيداً عن فيروز مين أجمل من غناك فيروز فيروز بعد فيروز وديع وديع الصافي شو أضفت لأصواتهم ولا أضافوا لشعرك أنا مال مرة بكتب لحدا هني بيطلبوه بعطي عصيدي أنا ما بكتب بلاء على الطلب لأنه بناء على الطلب شغلة البيع أنا مش بيع أنا بيع الزمان إيه بس مش بيع ما عم بحكي على الطلب عم بحكي أنه إضافة الإضافة هي إضافة الشاعر إلى المغني إضافة الشعر إلى الصوت أم إضافة الصوت إلى هل هو السؤال أنا بقول في كتار شعره بدوروا على حدا يغنيهم نعم فيروز وتغني تقودية وتغنيت بتدور عليها الأصايد لتصير شاعر الأصايد بتدور على على تصير شاعر الآخرين بيدوروا على على القصائد طيب شو الغنية الأحب أو الغنية اللي بترجع لها دايماً اللي فينا كمان نقول إنه بينك وبينها الغنية عشرة عمر وحدهم وحدهم ليش وحدهم؟ وحدهم تركب عليها أساطير كلها وهمية كتبت لمقاومين فلسطينيين كلها وهمية نعم وحدهم الحقيقية هي أنا أول ما بلشت بس أنت ما عندك مانع تكتب لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية يعني أنا كاتب لفلسطين نعم أنا مش قضيتي المركزية فلسطين نعم ونرحتوا لحرق هالبيت اللي قبالي وبخاطركن ونا نطلع عالموت العالي وأدلق عالموت بحيبركن كنا صغار وصوتك يا اللي ندهني من عز النوم كسر العمر وصحاني وهبط هالنوم وفتح الجرح اللي بقلبي بضربة سكين وحكيلي عن فلسطين وجك كبش فزعان وعم يصرخ وحش وجك يا فلسطين أزاز خاتم دهب وقلية وثندوق جهاز وجك سرقة البسطين سجر النوم اللي قبالي وجك هالباب العالي وجك رعيين وأنت كتاب الحكاية وملك الزمان أنت الرعد اللي عم يصف بجبل الرعد وأنت الوشم عا إيدين العرب النور الضاعوا بهالعاتم أنت الرعد اللي عم يصف بجبل الرعد وأنت البرج اللي جاي وما تعمر بعد زمن البكي جاي عا كل البيوت فتحي يا قدس بوابك وليله يفوت زمن البكي جاي وفعلا إجا أي سنة كتبتها هاي هاي دي نبوءة ما يحدث الآن أنا كل ما شفت عسكري يهودي ما بقول إسرائيلي حر عنه حر نعم نعم فيت عالمسجد الأقصى مع أني أنا ما بصلي نعم حس سكيني وفيتت بقلبي بس الشعب اللي غلب الموت مثل الشعب الفلسطيني بده يربح مش بالعرب بالناس اللي طعموا صار الموت عندهم مثل الحيات طب ليش عم بتقول يهودي مش إسرائيلي يعني هو عادة منميز بين 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 اتنين ببينوا الناس اللي عندهم تقطقية أنهم مشين ما يكونوا عنصري أنا عنصري وأنا ما بيتهموك أنك معادلة السامية بأوروبا وبالغرب لا قل لك شو يفتحوا العهد القديم العهد القديم نعم الإله بحاكم عسكري بقل له قلتلك تقتل كل قال له قتلتهم قال له بيئي تايس بازي شو هالإله الشرير كيف بدي أنا يستمتع بالقتل كيف بدي قول صيونية صيونية حكي سياسي العهد القديم الفكر اليهودي هو فكر مناقض للإسلام المسيحية الإسلام المسيحية ماشيين بالأخلاق وما أرسلناك إلا رحمة للعالم هذهك ماشي بتبوت العهد بالمادة والسيطرة أنا عنصري واللي ضربك على خدك الأيمن إيه بس كمان ما تنسى أنه حملة الكرباج وأطفاتوا اليهود يعملوا الهيكة التجارة قالوا أخرجوا من بيت أبي ضربهم بالكرباج نعم وذاتوا اللي قال ما نضربك على خدك الأيمن خلينا نرجع على وحدهم نرجع على بدك إيه كنت عم بتخبرني قصطة إنه هايدي إلا قصطة بيعني بالتلج وباليعني إلا 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 بيكتب الخبرية يصطفلوا يقولوا بالدنيا نعم زي الشاعر ما بيكتب عنه نعم بيكتب منه يعني إذا عم تكتب على ولد قتل بالفرن بالحر كاميرا أحسن منك بدك تكتب على الولد اللي قتل فيك ولذلك وحدهم فيني مش وحدهم لا بفدائي ولا باللي راح ولا باللي إيجا وحدهم أنت كتبتها بالستينات تعريبا بآخر الخمسينات بآخر الخمسينات كمان لاحظت أنه كلمة النوم النوم تتكرر كتير بأصايدك النوم استخالة من الزمان بس كأنه كمان إله علاقة بالإشياء اللي باللاوعي بالأحلام اللي منشوفها كأنه الشعر بيجي من هالمطرح اللي آآ آآ يا راية طارف إنه بيجي الشعر كنت لحقته هو اللي حق له نعم إن شاء الله بنتضل يحقك الشعر آآ يعني عم نحكي عن الأغني وعم نحكي عن آآ صوت فيروز ووديع وهيك في شراكة أو في علاقة كمان اتميزت مع مرسيل خليفي مرسيل صديق حبيب نعم آآ ومن النعم إنه وجود مرسيل في هذا العصر وإلا كان عصر ضحل فلت منه الموسيقى زياد راحباني توهج نعم منطفى اختار هو اختار يبتعد توهج توهج نعم توهج عظيم نعم الفرق بينه وبين العاصي عاصي من أول حياته لإخيرها عم يكمل نعم آآ آآ زياد عبقري توهج وانفجر مرحبا نعم نعم ما خدا ما بحب اللي بنصحني اللي بنصحني يموت عني يموت عني أنا عمري بدي قصر فى طريقتي إذا بدي أسر في أعطارية اللي بينصحني يموت عني بايش متل ما بده حكينا عن العمر أستاذ طلال بهالعمر يعني بالعقد التاسع من العمر اللي هو السبعة وثمانين المرأة بشعرك يعني دايما موجودة وشعر الحب عندك شعر حلو كتير والغزل بعدها ملهمة يعني بعدها المرأة بالنسبة لإلك ملهمة معلوم وبتكتبك نعم يا من حلب يا من الشم هالحنة الشمالية حنيت إيديك يا بخطوط محنية يلبق لك التوب والشملة الشمية لك صحاب سيفك وغني بتلبق لك الغنية مكتوب على السيف والكلمات كوفية مكتوب حباية لباقي حروف ممحية من مين هي إمرأة القصيدة من هي إمرأة القصيدة أنت سير ما بدي أحكي عن نشوية لحبيتهم أولا ما بعرف عدن ما عم بحكي قصيدتك يعني فقط ولكن شاعر لأي إمرأة يكتب لإمرأة من لحم ودم أم لأمرأة من نسج خياله سعيد عقل من نهج الخيال أنا لأ من لحم ودم ولكن أنا ما بكتب عن المرأة بكتب شو صار فيني من حبي للمرأة أنا ما بحقيتي بكتب عنه بكتب طلال ولذلك عرفوا الشاعر بس لا أحمد شوقي والشاعر قلنا ما يكون ذكرى وعاطفة أو بحكمة أكل هوا سعيد عقل أمير الشعرة أي تزنيطة سعيد عقل بقول والشاعر كله رلين والكون كله صدر لكفي ربك إذ طنت على الزبنة أنا بقول الشاعر ساحر بالكلمة يلي بتستعملها بالنصر وبالطب وبكل شي تخلق من هاي الكلمة ما لم يكن موجودا في الواحد لو منك ساحر ما كنت شاعر بس أحمد شوقي تزليطها؟ أسموه أمير شعراء لأنه بالبلاط أنا ماني عم هاجم أحمد شوقي بس في فرق كبير بتعريف الشاعر طبع أحمد شوقي طبع صيدان نعم والتنيناتهم ما بتبنيهم أنا بتبر الشاعر ساحر إذا ما بيسحرك الشاعر يعني مدرور يكون إلي الشاعر مش أبدا بس أنت خلت بلاط من شرك كمان ليش ليش عم تزركني بالأول دي لا لازم أزركك شوية لك إيه طيب بعده بعده هلأ يعني بتقدر تكتب قصيدة؟ بين الحب والحب نعم بكون أنا سجرة يفسد يعني لازم تخضر في حالة الحب فقط ما كيف طالما طالما العمر مش مهم وجسمي ما إلو علاقة فيني ما أنا برات جسمي قاعد كيف كيف وين قاعد برات جسمك؟ أنا قاعد بحالي في الشاعر نرجسي؟ ليش عندك شي ضد النرجسي؟ في أحلم المريه لك المريه ما حدا مثل المريه بيعرف بسر الزمان لا حدا بيعرف بسر الأرض متل اللي مشي حفيين ولا حدا بيعرف بسر المي أكتر من حضا عشان والسر متل القصيدة اللي كتبها البن على الفنجان كل اللي فاتوا بالمريه طلعوا برات الزمان علاقتك بالمريه علاقة حميمي علاقة فوتي على خيالك تسكر عليكي قاعد بالمريه تنوقص عليكي وجك سفر العسكر مثل الخنجر مثل القدس وعم تتسكر قولي لهم أني أنا خيالهم رح أسكر بهالنوم وتخيل قبيل يعني أمتى بتجيك أفكار كيف تخلق القصيدة عندك؟ وقت؟ وقت البستاهل وقت اللي بكون أنا لا حقود لا حسود لكن بكرة حدا عم ضوي من جوا وقت البستاهل بيجي الشعر في صوت بيجيني بيقول لي كتوب يعني لازم تكون لوحدك أو أحيانا بتكون سألني نفس السؤال الله يرحب وغسين تعيني نعم بتاخد عمره تعيش قال لي أنت بتكتب ناطر قلو بالليل أو أنه فيه تقوص معينة بالواحد نعم قلت له وقت البستاهل بوقت وقت البستاهل يعني الأفكار أو الصور الشعرية ما في إلى وقت الأفكار شوف لك شي يا فيلسوفيا اسكيس فيلوزوفيا لا أصدي فكرة القصيدة يعني لا لا أنا مش فكرة أنا بيجي مثلا قاعد بالطريب بين باريز بشويسرا تركت صديقة نعم فرنسوية وطل رأيس لأعمل قهوة وأنا حط شرطي بقاردو اليوم بالكونسين نعم بالطريب طلع معي لبسوا الكفافة وبشوا وبعرفت في مينهم هن قلت شو بدك يا صبي هن نعم بتجيب قافية ما عاد راح يرجعوا يا قلب حاجة يتعلم لا حصان جاي بحده ولا سرج عم بيرن لك اضحاك سنك دهب خليه بين السن خليك مثل الأصب كل ما عتق بحن يا بن اسمك حلو سميت هالي بن كنت مع الشيخ زيد الله يرحمه بالإمارات قال لي سمعني سمع قال لي واش البن قلت له طال أمرك هو قال لي آه نحنا كنا نشرب الشعير لمحمص بعده لحد هلا بإيطاليا الأورسو نعم هو الشعير لمحمص قبل ما يكتشفوا البن الاقامة بأوروبا أو السفر كثيرا إلى أوروبا والسنوات اللي قضيتها يعني سواء بفرنسا أو بإيطاليا شو اللي أضافته لشخصي كل ما اتسعت دائرة العين اتسعت دائرة الروح لما شيف إلا زموء بيتهن آآ روحه مع التبين اللي ضوت عينه على الدنيا شيف شيف حركة الحياة صار يطلع طلوع بشباس صار يشوف السماء كان يشوف الزيروبي تبع البياحة النفري بيقول كل ما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة صحيح كل ما صار هالفكر أوسع وإذا كنت مرة كنت عند أدونيس بريس نعم عم يسمعني قصيدة ما أحيان كلها حكمتين صرت قل له إيمها يحطها وإيمها يحطها واحد سميت له يا هذا هو اسمي هذا قصيدة طويل كتاب هيدا فات لا يلبس بتقلي خالدة تركه هو بطول أنت بتختصر هو عكل حال خالدة سعيد محفظ الألقاب قالت عنك إنك بتصفي شعرك يعني بمعنى مثل المصفاية يعني بتشيل كتير وبتخلي القليل زاهي أنا اللي مخزقهم بعبوا هالجاليري كليتها بسهولة يعني لأنه مش الدوان هو المرحلة أنا برأيي القصيدة مرحلة الشاعر مش شغلته يغلب غيره شغلته يغلب حاله إذا قصيدتك التانية مثل أولانية لشو التانية كل قصيدة مرحلة يعني بين الوهم الأولاني والوهم التاني الوهم والوهم الأخيرة مسافات كله وهم مسببت الدوان وهم ولذلك كل قصيدة مرحلة مثلاً كان نحن وصغار يطوف يطوف نهر السلحية النهر الشتوية نعم يعزلوا البحيرة لش هيك صرت كتار وبعدك ما حدا وحلوي مرة مثل هالصيف حفييني مرة مثل شبلات كسليني ومرة مثل غمد قبل ما تفتح لسيني أول ما شفت النهر عم بيطوف عرفت أي ابنان بدي يشوف سؤال أخير بيروت بيروت حضرتك من الناس اللي عطيوا هالبلد يعني يساهموا بيوهجوا بيوهج بيروت الإبداعي والثقافي والفني إلى آخره بيروت مش بأحسن إياما هل بتشوف يعني عندك أمل أنه هذه المدينة ولما نقول بيروت يعني هذا البلد سيستعيد وهجوا سيستعيد ألقوا أنا أنا وصلت للأس الفرحان نعم يعني أسوأ من العم النعيش وما فيه نعم بس متفائل بالزمان اللي جاي أنا ما بكون ها بكون فلات أكيد نعم مرة على لبنان حسيين وأشوريين وأراميين وما بدي يكمل مين وبقي لبنان هيدا البلد ما بيموت متل طقر الفنيق عطول بيطلع من رماده أنا متفائل إنه هلاكو فل تايمور لانك فل الشر ما بيضل بالدنيا الخير جاي ولكن الخير جاي يا رب عمر الأوطان أكبر من عمر الإنسان صحيح أنا بكون فلات بس البلد بيئي إن شاء الله مزيد من العمر مزيد من الشعر ومزيد من الحوارات يكون لنا في قابل الأيام ومزيد من زي وابي حبيب الألف شكرا ألف شكرا وشكر الأكبر لمشاهدين الكرام أينما كانوا لفريق العمل وللجميع شكرا شكرا شكرا